وصل إلى مطار البحرين الدولي اليوم المواطنون البحرينيون الثلاثة وهم سام إبراهيم الحداد ومحمد يوسف الدوسري والبحار حبيب عباس الذين أفرجت عنهم السلطات القطرية بعدما كانت دوريات أمن السواحل والحدود القطرية قد ألقت القبض عليهم في عرض البحر وكان في استقبال المواطنين الثلاثة لدى وصولهما سيد سلمان بن عيسى بن هند المناعي محافظ محافظة المحرق الذي نقل لهم تحيات وتهاني حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بعودتهم سالمين إلى أرض الوطن من جهتهم عبر المواطنون المفرج عنهم عن خالص الشكر والامتنان لجلالة الملك المفدة وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لما حظوا به من اهتمام ورعاية ما كان له بالغ الأثر في الإفراج عنهم وعودتهم للوطن مثمنين في الوقت ذاته جهود وزارة الداخلية وعلى رأسها الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية واتخاذها كافة الإجراءات التي أسهمت في عودتهم سالمين كما عبروا عن تقديرهم لجهود وزارة الخارجية وعلى رأسها سعادة الدكتور عبداللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية واعتزازهم بما تلقوه من اهتمام بقضيتهم مشيدين كذلك بالوقفة الوطنية التي أبداها شعب البحرين الوفي تجاه قضيتهم يعني كلمة شكر وتقدير وحب وولاء إلى مولاي سيدي جلالة الملك الله يحفظه وإلى السمو ولي العهد وإلى أبو عبدالله شيخ راشد بن عبدالله اللي يعني هالمتابعة الحثيثة لأبنائهم إلى أن وصلوا بالسلامة فالحمد الله على السلامة وأنا أقول بعد حق أهاليهم ترى يعني القيادة العزيزة ما بتفوت لحظة إلا متابعة إلى أن وصلوا فالحمد الله على السلامة وأنا أقول حق أهاليهم إن شاء الله تفرحون بهم وقرت عينكم وقرت عين نحن كلنا بعد أول شي أحب أشكر قيادتنا الرشيدة يعني جلالة الملك الله يطولي بعمرة السمو الأمير سلمان بن حمد يعني والشعب البحريني والتفاعل الإعلامي اللي صار في السوشيال ميديا التواصل معاي شخصيا المتابعة الحثيثة اللي حصلتها عرفت يعني فعلا مش قيمة سامي الحدار قيمة البحريني لما يكون خارج البحرين في أي مازق الحمد لله يعني الجهود يعني أثمرت وكانت يعني فترة يعني في حياة الشخص في معاناة وفي تعب وفي نجاح لكن المعانا اللي عانيناها في هالفترة القصيرة جدا صعبة ما كانت سهلة ترجمة نانسي قنقر